فإذن أحبائي محبة الله أزلية منذ وجود الله محبة الله موجودة فيه مكتوب ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يعني محبة الله بغض النظر مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا تخيل يعني محبة الله بغض النظر وإحنا بعدنا من مارس الخطيئة وضد الله والكتاب بقول من سيفصلنا عن محبة المسيح ما فيش إشي في هالوجود بيفصلنا عن محبة الله لأنه بيّنها من خلال يسوع المسيح وإذ نحن بعد خطى ظهرت محبة المسيح الشافية الكافية الوافية الساترة الغافرة المتفانية المضحية هاي المحبة شو ما وصفتها بغض النظر الله بحبنا أحبائي مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية مكتوب أيضا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا بل أحبنا فضلا أحبنا كما هو مكتوب حتى المنتهى يعني كما أن القمر يستمد النور من الشمس هو نحن نحبه لأنه هو أحبنا نستمد هذه المحبة من مصدر المحبة من مقياس المحبة من تجسد هذه المحبة من المحبة ذاتها من يسوع المسيح لأن الله محبة